يترقب الشارع الأردني ما ستخرج به الحكومة من تعديلات على قانون ضريبة الدخل في الوقت الذي يحذر فيه الخبراء الاقتصاديون من أي تعديلات تمس الطبقة الوسطى والفقيرة الأمر الذي يتماشى مع تحذيرات أطلقها البنك الدولي مؤخرا حول أن ثلث سكان الأردن معرضون للفقر العام المقبل التقرير التالي يحمل التفاصيل لا تتوانى الحكومة عن اتخاذ أي فرصة لزيادة إيراداتها من جيب المواطن لتنفيذ برنامج الإصلاح المالي والهيكلي مع صندوق النقد الدولي فأشعرت المواطنين بنيتها فرض ضريبة دخل على دوي الدخل المحدود حيث أظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة لعام 2013 أن متوسط دخل الفرد السنوي في الأردن يبلغ 1857 دينارا أي ما يعادل 155 دينارا في الشهر وهي أرقام صادمة ووفقا لما تم تسريبه من مقترحات فإن التعديل قد يطال من دخلهم يصل إلى 500 دينارا بالإضافة إلى فرض ضريبة مقطوعة على عقود الإيجارات تصل إلى 10% وهذه المقترحات شكلت صدمة لدى الخبراء الذين حذروا من إطلاق الحكومة رصاصة الرحمة على الطبقة الوسطى حوالي 79% من الأسر الأردنية داخلها أقل 12 ألف دينارا ومن هنا متوقع كثيرا أن هؤلاء الذين يعيشون على الحافة اللي داخلهم بين 12 ألف و 11 ألف نفرد حيزدادوا حيكون الشريحة الأعلى هذه حتنقص إلى الشريحة الأقل منها وبالتالي سينعكسوا سلبا على معيشة المواطن ومستوى رفاه لأنه إحنا بنحكي عن خط فقر بحدود 1.33 دينار للأسرة في الأردن التأثير السلبي على نمو الطبقة الوسطى هذا من جانب والجانب الآخر أنه ممكن الاقتصاد الوطني يدخل في منحنة المواطن الذي أنهكته منظومة الضرائب والسياسة الاقتصادية التي تنتهجها الحكومات المتعاقبة بات عاجزا عن تأمين لقمة عيشه بشوف أنه دائماً الحلول الاقتصادية لازم تكون بطرق غير المواطن وغير جيب المواطن بإنشاء مشاريع باستهداف استثمارات بجلب الاستثمارات للبلد العيش على المعاش ما عاش بكفي ضغط لأن كترة الضغط بيولد إما الانتحار أو الانفجار وهذا شيء مؤسف كثير جداً فإذا بنشهر مع الممولين بدنا عطاء عطيني مشان عطيك وبين تحذير الاقتصاديين وتخوفات المواطنين تنظر الحكومة إلى طريق واحد هو تنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي الذي طالب بتخفيض شريحة الإعفاءات للشخص الطبيعي ومراجعة معدلات الضريب على مختلف القطاعات المواطن الأردني يشعر بالإحباط مع ارتفاع حجم الضرائب التي يدفعها للحكومة دون أن يحصل على خدمات مقابل ذلك فهل تتراجع الحكومة عن نيتها المساس بالطبقة الوسطى والفقيرة؟ سؤال برسم الإجابة